مشاهدين وينما كنتم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصهرة هذا البرنامج لي ولفتو حبيتوه على قناة البلاد صهرة كل السبت كالعدد ضيوف روم حاضرين معنا ضيوف فحبين يكونوا حاضرين باش نجوزوا صهرة ممتعا يفيدونا بأفكار همان سعيدة جدا باستضافة السيدة فيزة الآن ثواني قبل بداية الصهرة كنتح نعرفها مصممة أزياء ومجوهرات ولكن فيزة قاتلي أنا عندي نوت خوتيتك مرحبا بك فيزة شكرا على الاستضافة واني فرحنا بزا فرحنا معكم هنا يعطيك صحة وش نعرفوك فيزة أنا مصممة أزياء وحلي سواء كان في الفضة ولا في الذهب الصح عندي عامين ما تكلمت عليها هدي دفاصون ببليك الآن أنا كواتش تعلية فرحنا وانترپرنور آه بغابو يا تك صحة فيزة ونتكلموا أكيد على كل الكلكشون اللي تقوم بها فيزة انتخبوزة اللي تمثل الجزائر والجزائريات خارج حدودنا خارج الجزائر نبقى وفي الفن والفنانين أو حاضر معنا الفنان القادير نصر الدين غاليز مرحبا بك وراكم في عيدكم مرحبا بك وعامونتوما بألف خير بك مرحبا شكرا على الاستضافة هذه إن شاء الله تجوزوا مرحبا تانين الحضور الكريم إن شاء الله نجوزوا قاعدة شابة وأول يعني قبل ما نبدأ وكلش نقوله العيد الفنان قاع الفنانين لنم يشوفوا هنا إن شاء الله كل عام وما بخير وديم إزدهار في العامل وإزدهار في الفن إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمناه لي الفنانين في يومهم الوطني قبل ما نروح الشيخ المحروسة وسيلة كذلك ركم في يومكم يوم الفنان مرحبا بك وكلمة بمناسبة اليوم الوطني إن شاء الله هذا ما نتمناه لي الفن والفنانين الجزائريين شيخ المحروسة باحث في تاريخ رك معنا وأكيد رح نسافره اليوم شيخ أنت الله نحن نسافره معك حتى مع فيسة أنتخي بوزة رح تدينا من خلال الكوليكشون تاحا اليوم السفر فيها فيها مرحبا بك أسأل أنوار أخت أنيسة مشاهدة الكريم وكل الفناني بمناسبة اليوم الوطني للفنان تقدم بأحرى التهاني والتماني بالذكرى المخلدة لاغتيال واستشهاد الرمز البطل عليه معاشي في الثامن من جوان عام 1958 وحنا 66 سنة من اغتيال هذا الرمز والبطل اللي هو كان مغني ومؤلف ومؤدي للأغنية شهيد من شهداء الجزائر الأبطال والأبرار والأحرار وبهذه المناسبة اختنم الفرصة كذلك ربيش في الفنانة القادرة قادرة وهي باهية رشدية ترجع إلى الأرض الوطن سالمة بالشفاء هذا ما نتمنىه كذلك صالح وقروت وكل الفنانين نراهم يعني وحمزة كذلك فيغولي عبد النور شلوش عبد النور شلوش كذلك اللي نحيوه من هاد المنبو كان ضيف معانا فربي يشافيهم كاملين ويعود يولي للفن الجزائري والجمهور الجزائري اللي يحبهم كثير وتوحشهم نعود نولي السيدة فيزة انتري بوزار قلنا أنه في كل مرة تقومي بإن كوليكسون نسافروا من خلال هذيك الكوليكسون آخر كوليكسون هي الأمل الاسبوع اللي فيزة انتري بوزار راحت بها حتى سانتياغو بشيلي وكانت رفعت راية الجزائر وحتى فلسطين فأحكينا على اللي قمت به بسانتياغو أولا كنت ضيف للسفارة الجزائرية هما اللي دعوني وجابوني حتى لسانتياغو وصفر بعيد يعني أطول صفر عملته في حياتي 14 ساعة على أقل بين باريس وسانتياغو عملت ستة تظاهرات يعني أول تظاهرة كانت في فاشن ويك سماوها أنديس فاشن ويك لأنها هي أنديس هي الجبال تاع جنوب أمريكا وكانوا الناس من شيلي من أرجنتين من البيرو من رابيبليك دومينيكان يعني البلدان ما نعرفهاش وعمري ما تعاملت مع الناس مع هذيك البلدان وهذا كان فرح كبير لي وشرف أني نمثل الجزائر أولا وثانيا أني نتعامل مع الناس من أجناس مختلفة ما نعقلها مش كامل يعني من جنوب أمريكا مشي من أفريقيا ولا أوروبا ولا أمريكا الاحتكاك صحيح بين الجزائر سيدة فيزا قولي لي في الدفيلة الأسبوع الأمل وشنو هما الأزياء التقليدية على بلد ديتم 58 ولاية حتى تقريبا يعني أنها نقول خطر عندي هذيك 12 قطعة برك نقدر نعملها الأمل لماذا الأمل لأن هذه الأجواء اللي رأنا فيها هذا العام خاصة على غزة وخاصة يعني شباب الجزائري يستحق الأمل وهو ما يعني وكنت هذه الاستضافة من الصفارة الجزائرية كانت لإحتفالي 70 سنة للثورة الجزائرية وكان خممت لها قعد نقول الثورة الجزائرية هذك الناس اللي كانوا في وقت 31 أكتوبر 1954 كانوا شباب كان خمموا كانوا شباب يعني الشباب هو أمل أي بلد وأي أمة وهما اللي فضروا التورة وهما اللي قاموا باستقلال هذا البلد يعني كانوا شباب يعني هذي الشباب دايما نعطيهم الضوء نصلطوا عليهم الضوء للأضواء ونتكلموا عليهم ونتكلموا على الشباب بتاع الآن خطرحنا نتنمسخروا وشو يا بيهم نقولوا أنتما العهد تتعدب وانزيغوه أنتما يعني ما راكموش الشاطرين ومدفشين وما تعرفوش وش عانينا احنا في وقت الإرهاب ولأنتما وش عانيتوا في وقت الثورة نصغروا منهم في كل مرة نصغروا منهم دايما وانا عندي بنات ونتكلم معهم ونتكلم مع الأصدقاء التحهم وشفتهم بلي مرة همش صغار في دهنهم ويقيموا الجزائر ويقيموا الشهداء ويقيموا يعني العروبة والأمازيغية يعني يعني يقيموا بالثقافة الجزائرية ونكونوا معهم ونشجعوهم ونعطيوهم القدرة التي نرانا فيها احنا نعطيوها لهم هذا العام قررت أني عملت 15 سنة ونعطي قيمة ونشرف الأجداد واللي يعني كامل العصور الماضية ولكن هذا العام قلت الرؤية ستكون للمستقبل بمعنى فيزة للمستقبل بمعنى يعني الفكرة الأساسية هي الأمل إسبرانزا عطيت كريمة إسبانية باش نقرب يعني الثقافة مع الإسبانيين وكل يفهموا يعني الأمل إسبواغ إسبيرا باش تكون حتى هو بالإنجليزية ما فيهاش مشكل حبيت نقول للجزائريين للشباب الجزائري راني معاكم هذه أولا تانيا حبيت نعطي نظرة تعلموا المستقبل كيفاش أنا كفايزة عن تريبوزر نشوف ما ونش حنكون مئة سنة ما نقدرش نكون هنا ما ونش حنخلط ولكن حبيت نعطي نظرة كما يقدر يعمل فيلم سيانس فكسيون ويقول كيفاش حتكون أمريكا من ألف سنة ولا خمسمائة سنة أنا قلت كيفاش النظرة التاعي المرأة الجزائرية راح تكون في ألفين ومية وربعة وعشرين هذه النظرة وكيف بدت نصمم عملت كي نعقلوهم كي نحن يقعدوا باللمسة اليوم باش نن نخلدوا باش ننحافظوا نخلدوا اللبس الجزائري يعني باللمسة الجزائرية الحقيقية ولكن بطريقة طريقة وختلفة ولكن صممت كراما يعني حاجة جدد ملحفة نشوفها نعرفوا بالملحفة ولكن هي ما تشوفيها شهد النظرة الأولى ما تقوليش ملحفة ولكن هي ملحفة وعملت بدون الصور تعل الملحفة وعملت الحلي تعل أمازيغ تعل جنوب الجزائري تعل تورغ يعني حبيت نعطي نظرة ونعطي فكرة أن يلزم نتفائل نتفائل ونقدر نقول كيف حتكون المرأة الجزائرية والجزائر منا مئة سنة خاطر مرة راح تلتل ترك وفي تركيا عندهم ساميناغ يعني كغيموا كتوتنا ساميناغ يقولوا كيفاش انتم ناس الرياضيات والناس تقفى والناس يعني في كل المجالات انتم ما هي نظرة تعكم كيفش حتكون تركيا منا مئة سنة أنا قلت تعاند ولا تحسد كيفاش أنا راح نشوف الجزائر ولا المرأة الجزائرية كيفاش راح تكون هي في في روحها يعني كيفاش في الهوية تحا كيفاش راح تشوف روحها هي كمرأة جزائرية إذن أزياء تقليدية برؤية مستقبلية نعم بأنامل فيزة نعم وتفائل بالخير نعم الأمل تطيب الخير كيف تتفائل الخير تطيب الخير إن شاء الله هذا ما نتمنى للأجيال القادمة كما قلت عالمية تنسينا إن شاء الله يحفظوا على توراثنا الزي الجزائري العريق بلمسة عصرية أكيد لأنه نتطوره يعني بلمسة على الوقت هذا كيفاش أنا نشوف النظرة ما شرح تكون تعيين تصور سيانس فكشون ما صدرواها سيانس فكشون يقدروا يتضحكوا علي يقولوا يا عملت لباس تقليدي ولكن سيانس فكشون ولكن هذه الرؤية الرؤية فيزا نبعد نقول لك حتى نتكلم على الكلمة أنه الأمل حتى بالنسبة لغزة وفلسطين من بعد نسمعه فيزا انتخي بوزاغ لما مدت كلمة وكنت في هذا الوقت يعني غزة محاصرة فأكيد شرفتي الجزائر وكذلك نتكلمه على فلسطين لأنه قلب واحد ينبض بين الجزائر وفلسطين من بعد نسمعه السيدة فيزا أنتخي بوزاغ نقول للي الفنان القادر نصر الدين قالي نصر الدين على بالي درت اوماج وحنا في عيد اليوم الوطني للفنان نتايا درت اوماج اتكلم لي على هاد الاماج اللي راه موجود عبر اليوتيوب قبل ما نسمعه منه البرح كان في عمره عشرين يار جعبي 20 جعبي تريبل اوماج محبوباتي ملحن وكاتب كلمات العبقاري تاير 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 عروف اللي اللي أدهها شيخنا الهاشمي رب يرحمه رب يرحمه من أصوات الكابيرا والجاميلا انتريطان لدي جات محبوباتي لدي خداها من عند أزناثور شارج أزناثور كيهن ارطيست موندية 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 كما قال كنحترمو ونحبوه قاع فا اللور هو لدير يرجع في 20 ونحبوباتي من حبوباتي نحن نشاهدها إن شاء الله، نحن نشاهدها بارح ونزاهي بشبابي مع جميلة حبابي، كان في عمر عشرين ونحكي يعني فهمي، بالإدية هذه هي، من بعد نشاهده ميزيكالما، على أباك هما في الأوكسيدانتال عندهم الميلور والماجور هذو اللي دو غالم هذو اللي خدموا عليهم غالة العالم باركوند حنا الاريشة سيليه، الموسيقى العربية والموسيقى الأندلوسية والالكلاسيكي الجزائري يعني كتوفي النوب اللي كانو، هذو غريب سيكم زموم، واحدة تسعة ولا عشرة تاع أنواع ألور دونك في الأشانسان تام حبوباتي هنا ديجا للميلور والماجور يمن قولوا إحنا مايا وسيحلي، ولا نهاوند في الموسيقى العربية دونك للميلور الماجور ديجا في الأشانسان البارح في عمر عشرين ومبعد يسوتي يروح للموال دونك في الأشانسان دا في هالي دو ميلور مال دونك درستين ولكن أوماج المحبوباتي دونك جي في هاد الفيزيون وإن شاء الله وقروابي ربي رحمه شغلازنا وغير مدونا النكستخي من هاد الفيديو كليب المتواجد عبر اليوتيوب لألفنان القادر نصر الدين غاليز يمدونا هذا المقطع يعطيك الصحة نصر الدين غاليز على هاد الفيديو كليب لأوماج محبوباتي الهشمي قروابي خيب بيان في البارح كان في عمر عشرين موضوع واحد لكن تختلف مدرستين فرنسية ومحبوباتي اللي هو مدرسة بحد ذاته بس عليش سبيسيالما هاد الأغنية جنسي با قاعدت دور في راسي هدي كومانا نسمع الناس اللي نسمع الموسيقى نسمع محمد عبدالوهب نسمع عبدالحالي محافظ نسمع وردال جزائرية نسمع مجد الرومي نسمع برال نسمع أزنافور نسمع قروابي العنقي سعمر زاهد وقاعد المتعبين منا فنان نحب لفنان هذا ومبعد هذه الأغنية البارح في عمر عشرين نديرها بزاف أنا فالي ندير سيكسي بيها هي اللي تريد منه هي اللي سيكسي هي اللي تريد منه لكن نغنيها للناس اللي كيمانا يعني نصطلجي كتم كم يعاودة يقول له دونك وهدي تاني تازنافور ازنافور تاني يرجع في من دونت بتريبل شانسون عدني في الدارة كده وحدي وعندي هاد الفكرة عندها بزافة معي بالغيطار انا ما بتقول هدي تطلع لها مش تطلع شو بتاغتك يا أخي ومبعد شوي أخذ ما شوي الحمد لله يوجودها في اليوتيوب وعلى بالي بلي كان جديد واخداخر هدينا هاضروا عليها في الدوزيان بارتي جديد خاص بكرة القدم آه نصر الدين يقول لك شي جميل كذلك في هذه الشانسان تعال برح يقول محروس انت هيك تسمع هذه الغنيا تليق لك أوسي تليق لي بس هنقول لك يقول لك المعنى الكبير تحكي يقول اليوم الشي بسماني الشي بتدلوني 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 في عيني خليني وعلى قال لك بلي محبوباتي صفرباتي سمس يعني كان مصدر الإلهام تاع يغجا في 20 او قبل كل هادا بيقرمو أكتر من ذلك شعل كامي سنسانس اللي يمسمين عليه شارع في لاحد اللي استعمار فرنسي المستدمر الغاشم كان يروح قهوة مالاكوف وخدا نوبة زيدان عدة نوبات ديرون في الكمبوسيون ميزيكال تاعو يعني كلاسيك من نوبة زيدان من الجزيرة من القصبة لا قهوة مالاكوف كي كان سفنجة بن علي منمش وبنتفاحي خدا كل هادا دونك احنا توراتنا قديم وقديم وقديم جدا مسع الأغنية نشكرك شيخ جميلة جدا يعني راح بينا سافر بينا لنوستالجي لنوستالجي وأكيد كان جديد كونسيرنا كرة القدم ما نقدروش كل فنان عنده ميولاته جوزه أكوتي في الجزء الثاني أكيد نتكلمو على كرة القدم وننصر الدين جديد ديالو الأغنية لكذلك راهي في اليوتيوب حتى ولو لهنا اليوم في ليميسوكين ديغبي راه واقع راه واقع بين بين ديغبي والمولودية نعم دوني وليها الجزء الثاني فيزا قبل ما نروح في الجزء الثاني نتكلمو على كل مواضيع اللي تقومي بيها واللي نسافروا من خلال تصاميمك لأنه نقوله كل فنان يعبر على المشاعر ديولو من خلال الموسيقى من خلال انتوما الأزياء التقليدية كالي يكتب قصيدة فكل فنان يعبر على شعوره بطريقته لكن نتين نسافروا معاك وفي كل مرة كاين ديتام ما بعد نتكلمو عليهم لكن لما روحتي لسانتياغو بالشيلي تكلمتو على فلسطين نحو نشوفو هاد المقطع لسيدة فيزا أنتخي بوزا ونعودو نقول لي ونخلي لك التعليق يلا سيدة فيزا أنتخي بوزا عاوتي أكدتي مرة أخرى على تضامن الشعب الجزائري وقلتي أنه شعب واحد فلسطين والجزائر وكانت هذه التظاهرات تلغاتها لأن الجزائر كانت تلغات كل التظاهرات الثقافية قبل ما تروحي لسانتياغو بعد عملناها في شهر أبريل بداية ماي إذن في كل مرة نشوفو أنه الجزائريين ما يتكلموش غير على توراثهم الجزائري في كل مرة خاصة في هذه الظروف صعبة لا يتعيشها غزة والفلسطينيين بديتي كلمة على فلسطين دائما يجب أن تكونوا متضمن وهذه الجزائر الأخت فلسطين يعني ماشي مليون كما قلت أبو مدين الغوط ثرحها وساعد خلاح الدين الأيوبي وخلا يدي أخي على أبيها عندنا شي هذا شي مهم أنك مشيتي إلى محطة تاريخية مهمة وشوعي بسيدي أبو مدين الغوط أنه مشاف القرن الثاني عشر أكثر من ثلاثين ألف جندي أخداهم إلى القدس الشريف وشارك في معركة مع صلاح الدين الأيوبي لفتوحات القدس وتم افتتاح يوم الجمعة وصلاة وقطعت يدهم وتفونا بالقدس الشريف تفونا على هذا الشي عندنا بر المغربة والله بغابوا يعني هذه الفكرة يجب أن الجزائرين يكونوا وعين بها يعني هو مش تضامن من الاستقلال الجزائر يعني هو تضامن يعني أكيد يعني كما نتنفس الأكسجين نحن متضامنة مع فلسطين هي كي قالت قبل تسمع في الرابورتاش قالت أبو مدين أنا أبيتها درعلا هو ريبو مدين أبيها قلت أبو مدين تري 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 دي وفايزة في كل مرة قلنا أنه حتى في الكوليكشون كل يوم تربطي بالتاريخ يعني لو كان ما نعرفش كون أنا ما هي هويتي ما هو تاريخي كيفاش الناس تحترمني يعني أنا إذا أنا أولا نحترم النسي ونحترم الثقافة التاعي وبلدي وهويتي والناس كامل يجاهدوا وقدموا بشانا نكون هنا راني فرحانا ونقدر نصافر بالجوز الصفر تاعي الجزائري ونفخورة به يعني هذا ما نقدرش نجوز عليها مورول كيرا ما نقدرش يعني دي على الأقل على الأقل أني نكرمهم ونتكلم عليهم نعرف شوش نكون أنا كجزائرية ومبات نروج ونتكلم على الشعوب الأخرى ونتكلم على الأجيال القادمة إن شاء الله ولكن يجب أن يحتكاك مع الثقافات الأخرى صحيح نعرف يجب أن يكون أنا واعية وعقلي من المفتوح ونتفتح على الأفق الأخرى ونتقبل يعني الناس فيزة قبل منحوا الفصل وشنهما شفنا الملحفة شفنا جبا كذلك فرغاني غوفي والغرب والجنوب بسع وشنه هي كيف شفت أنت تاع الأجانب يعني من الكوتي تاع أمريكا الجنوبية وشنه هي التصاميم اللي عجبتهم شفتي أنهم عندهم قابلية أنه يقدروا يلبسوهم آه يقدروا يلبسوهم الكاركو خطرها هي الجاكت يعني فيزة ولكن حاجة لي عجبتهم بزاف آه بزاف هي الملحفة آه الملحفة شوية شوية يعني الملحفة تصبوها في كم المناطق آه تروحي للغرب تروحي للجنوب تصبوها الملحفة يعني هي والليباس الأصي للعاتيق للجزائري للجزائري سوداء وعندها دي باند هكذا يتعال الألوان وحتى عندهم يمتد دنتال هكذا يتشبه للدنتال ينسبوها في بلاد قبيل ووريت لهم قلت لهم نشوفوا الناس القبيليات النساء القبيليات كيفاش يعملوا نقاط مشترك ووريت لهم في أنترنت نخلعوا قالوا لي احنا نخدمون بنفس طريقة يعني احنا إنسانيين يعني أولا أولا يعني هو جميل جدا أن يكون احتكاك مع الناس ونحسوا بالإنسانية اللي راهي بناتنا إن شاء الله هذا ما نتمنى ولما يشرفونا كما سيدة فايزة انتري بوزاغ ولا مصممين جزائريين آخرين خارج الجزائر لهنا ونفتخروا بهويتنا لأنه على بنا باللي يمثلون أحسن تمثيل وهذا ما نتمنى كذلك نصدين قالوا إذنما تديروا قاعة خارج الجزائر وتكون معمرة للآخر حفالات شعبي هذا ما نتمنى باش نصدروا ثقافتنا للخارج للمشاهدين سارة مازال مطولة نوح لفصل ونراجعين